وانتقل بالمتابعة إلى كريم بيبرز من العريش بمحافظة شمال سيناء كريم اطلعنا على الصورة لديك في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وأرى ازدحام في خلفك والغالبية من السيدات كما نتابع تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل نحن اليوم الثاني وابتتحت اللجان أبوابها من التاسع صباحا وحتى التاسع مساء بالطبع تستمر هذه اللجان ربما الميزة هذه المرة كما ذكرتها اقبال السيدات هذا كان ظاهرا من الأمس برغم أن محافظة شمال سيناء وهذه الأماكن لها طبيعة خاصة بالقبائل وشيوخ القبائل والعواقل ربما دائما كان عندنا هذه الخلفية نوعا ما عن إخفاء المرأة وعدم ظهور المرأة بشكل كبير ولكن ربما هذه المرة الموضوع يختلف حيث أن الوعي يعني يشمل جميع الفئات من رجال من سيدات حتى من شباب شاركوا في هذه العملية التصويتية خصوصا أن النزول هذه المرة يأتي بعد فترة كبيرة من المعاناة لأهالي شمال سيناء وتضحيات الكبيرة لرجال الجيش والشرطة وأهالي شمال السيناء الذين ضحوا يعني بأرواحهم وبدمائهم من أجل حفاظ على هذه الأراضي إما في الحروب التي مرت بها مصر أو حتى في الحرب على الإذهاب خلال العشر سنوات الماضية لذلك هذه المرة النزول يأتي بدافع وطني قومي ليس فقط دافع شخصي أو دافع سطحي لمجرد المشاركة السياسية ولكن المشاركة السياسية من أهم الأشياء التي ينزل من أجلها المواطنين ولكن هذه المرة دافع وطني من أجل التأكيد على استمرار التنمية أي أن كان المرشح الذي سيأتي خلال الفترة القادمة فهناك طلبات من هؤلاء الأهالي بالطبع هي كتلة تصويتية تصل لثلاثمائة ألف مواطن بالفعل ضمن خمسمائة ألف مواطن من أهالي شمال سيناء هنا في العريش قسم ثالث العريش نتحدث عن النسبة الأكبر للسيدات أكثر من الرجال نتحدث عن إقبال أيضا من الشباب هذه المظاهر دائما متواجدة أمام اللجال لا تتوقف على الإطلاق سواء في العريش هنا أو حتى في رفح والشيخ زويد هناك يعني ربما يتحدث دائما المواطنين عن أنها جزء من الواجب الوطني المشاركة السياسية هذه المرة فيها الانتخابات الرئيسية وتحدثت معهم حول طلباتهم خلال الفترة القادمة كلهم يؤكدون على استمرار الأمن استمرار عملية التنمية المستدامة خلق فرص عمل جديدة وهذه ضمن بالطبع خطة الدولة لتنمية شمال سيناء بشكل عام لأن جزء من محاربة الأهالي هي التنمية المستدامة بشكل عام أيضا يأتي يعني الأهالي رفعين أعلام مصر وهذا أيضا يدل على أنها فكرة وطنية قومية أكثر هناك أيضا من تحدث معي حول يعني اختيارهم لمرشح معين فقط لأنه يعني يساعد أهالينا في الأشقاء في فلسطين كان هذا حديثهم بشكل مباشر عن أن هؤلاء يعني الناس جاءوا ليرشحوا هذا الشخص فقط لأنه يساعد الأهالي في فلسطين كقضية أيضا قومية كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أن قضية يعني قضية الأم هي ولكن الآن يعني تستمر هذه يعني الإقبالات المختلفة على اللجان المتنوعة كنت في حديث مع هذه المدرسة مدرسة أستاذات مع القاضي الخاص بهذه المدرسة وتحدث عن أن بالأمس كانت الفئة الأكبر هي فئة الشباب ثم بعد ذلك اليوم ربما نرى السيدات والرجال لهم حظ كبير اليوم في الإقبال على هذه اللجنة صحيح يا كريم وكما نرى المظاهر الاحتفاقية حولك أشكرك حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر